السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وياكم لستاجر عقية الإصام اليوم سوف نشرح التجارب تجربة بويلز لو هدف أول شي بويلز لو هو فتقانون يعني يحكي عن علاقة الضغط بالحجم فتقانون سهل بسيرد له شوية تركيز حتى نفتهمه ويراد أنك تتخيل تتخيل له ايه 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 داي صغير حتى تقدر تفتهم الهدف مالتنا أبوبي المرايص للعبير بالضغط الجوي الأبوبي المنطقة التجربة المنطقة بقية المنطقة بقية نحتاج تيوب نحتاج تيوب الأبوبي المنطقة يكون مغلق من الطرف المنطقة ستسمى اي بي اللي هو الأنبوب الأول هذا مغلق الطرف والأنبوب الثاني يكون مفتوح الطرفين نسمناه C D إذن أول أنبوب A B ثاني أنبوب C D وطبعا وأيضا فهذا شيء يربط بين الأنبوب الأول وبين الأنبوب الثاني اللي هو آني أفضل شيء يكون هو هذا هو بالضبط شكل التجربة يكون شكل الأنبوب يعني هم مربوطات فهو حاسب هذا أنبوب أول وهذا أنبوب ثاني وهو ربط بينهم لأن هذا الأنبوب الأول مفتوح من هذه الجهة بس مزدوب من هذه الجهة هذا الأنبوب مفتوح من الجهتين وهذه فتشغلة مطاطية تربط بينهم خشعتي زيان هذه الأشياء التي نحتاجها زيان يقول لك يقول لك هناك ربط تيوبين وهو ربط تيوبين وهو هناك مبتوح وهي مبتوح وهو مطر تصبح مبتوح لترى أن ترى لذيك 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 تجربة يقول لك When the mercury is poured يعني نحن ندير مركري هنا ندير زئبق هنا بهذا العنبوب راح يجيه يصعد مثلا يوصل الى هنا الهنان يوقف هنانا ما سيحدث عندك راح ينحصر هوى هنا اكو هوى راح ينحصر هنا جيد يعني ما كفت حملنا حتى يخرج الهوى راح ينحصر هنا الهوى يقول لك Some air is trapped in the closed limb A-B هو هذا هنا سوف ينحصر بعض الهوى راح ينحصر جيد فالي راح يصير ادنى طبعا هذا انت درت درت زئبق بس مترسته ما راح تفيضه فمثلا يكون عندك لهنانا اكو زئبق هذا كل زئبق وصاعد اهيتي جيد انت هسا هيتي راح تبديان التجربة انت درت هنانا زئبق بقى هنانا هوى وزئبق هنانا مديور وهذا منانا مفتوحة للجهة وعندك مصطرة وصافر عامة وعندك مصطرة ارتفاع الزئبق منانا راح ين STUDY ارتفاع الزئبق منانا راح نسمي Y ارتفاع الزئبق منانا راح نسمي X اتفقين لحضا اسمي اتفقين عمنا قريبا جيد في تيوبين بنفس المستوى هذا السيدة انت نفس المستوى انا مستيبقى اوليح امبوب سوف ادخيل انتباع احنا لم اقدمها هذا الشيير هذا الاستطاقة انا اهتمام ثبت السيدة و انزل ال A B لي جوا شون هي شي بهاي الصورة شوف اسا ال A B هاذ بهي الصورة ماذا أي؟ هذاء A B وهذا A B و هذا C D نزلنا ال A B هو داخلي نزلنا ال A B الي هنا فشوف انه فرق اكو شبير بين ال A B و C D ليش نزلنا لحد مارح يتساوي عدنا X و Y سوف يتساوى عدنا ال X و Y انا اريد ابدى القياسات ماتى من يكون X يساوي Y X يساوي Y هنا مستوى الزأبق بالأمبوب AB نفس مستوى الزأبق في CD بعدين اضل ارجع احرك اضل اغير بالطول انا قلنا اكون هنا مصطرة اغير بالطول مثلا يسعد شوية الزأبق من هنا ليس عند احرك لي فوق فالزأبق يسعد يوم مثلا يزلي شوية من هنا فراح اقيسك قدر ارتفاع الزأبق مرة ثانية سيكون طبعا ال Y هنا سيفرق وال X سمت ايضا تفرق ارجع اصعد شوية وقيس ارجع اصعد شوية وقيس رح تصير بالنهاية عندي 10 قياسات 10 قياسات ال Y و 10 قياسات ال X تفقين هذه قياسات ال X و Y تمثل ارتفاع الزأبق ال X يمثل ارتفاع الزأبق و Y يمثل ارتفاع الزأبق ب CD موجودة يوتي موجودة لذلك ارسأومات المتحدة و و ذلك ارسأة المتحدة الفكر ان 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 ارتفاع الزأبق ب Q و B احنا ان 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 ارتفاع الزأبق six و y به 10 مرات اريد اعقاسه ا ارسأل القياسات إرسأل قياس ترجم اي ناقص اكس طبعا الاي هي هاي هاي النقطة هي اي هاي النقطة هي اي النقطة تكون مغلقة بها هاي نسميها اي عن طريق المصدر الاي اختصار الهواء فانت حتى تعرف مثلا ارتفاع الهواء ارتفاع الهواء رح تطرح اي ناقص اكس ارتفاع الهواء وهذا القانوم مالة اي ناقص اكس ارتفاع لك بالضبط طول الهواء طبعا ارح تطرح ايام فكرة عن حجم الهواء رح تقول لي اي 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 ارح يقل عليك ما ستحسب حجم الهواء الحجم يساوي لك حجم الاصطوانة هاي عبارة عن اسطوانة وهو من هنا هاي حجم الاصطوانة هاذا هو يمثل حجم الهواء الموجود فيها توığın الوحيد يتغير كلما ترفع كلما تنزل يتغير لديك الطول كيف تحسب حجم الاستوانة ؟ حجم الاستوانة حسب النسبة ثابتة مضروبة في نصف القطر تربيع مضروبة في الارتفاع او الطول فهو سنسميها نصف القطر ثابت لا تعرض الاستوانة نصف القطر ثابت شكلها نفسا ولكن الطول مال الزبق ستغير الزبق ستغير لديك حجم الهواء فمن حجم الهواء ما يتغير الوحيد هو الهواء فمن الهواء ستظهر حجم الهواء بكل لحظة من لحظات الزمن لذلك انت لا تحتاج الهواء ماذا تحتاج الهواء ؟ احنا نحسب الهواء لدينا اي هذه هي النقطة حسبناها على هذا حسبنا الهواء حسبنا الهواء قبل ما اعبرلك نصف القطر نحن دعنا نقرأ يقولك بعد الضغطة باستخدام الضغطة باستخدام الضغطة نحن قلنا قبل قبل قليل قلت لكم أن تغير الأبعاد والإحداثيات أو ممكن تضيف زعبك بعد وبالتالي ستتغير عندك القراءات تتغير القراءات حيث أحسب المصدر التي تخالها وشغل الارتفاع الـ X و Y ستتغير و تأخذ 10 مرات و تحسبهم و تخليهم تتغير 10 مرات يتصرف تشغل الارتفاع ركز تغير مرات و تأخذ عبر موحيات الصغيرة و تتظيف و موحيات الصغيرة و التعليمات نحن تغير و موحيات الصغيرة ماذا ستغير لديك الصغيرة و قانون بويل يعتبر نحن نقل الالاقة بين الصغيرة و موحيات الصغيرة نحن نعرف كل ما زاد الضغط قل الحجم كل ما زاد الضغط قل الحجم اضغط عليها بقوة رح يصغر حجمها ايه هاي معروفة احنا نعرف من ريدي نشيل الثابت من ريدي نشيل العلاقة ترضيه وعكسيه من ريدي نشيل الثابت رح يقول لك انه P يساوي انه K على V اللي بعدين تنكتب على شكل P V يساوي انه K هاي العلاقة اللي احنا نشتغل عليها هسا وين الحجم هنا وين الضغط الحجم اللي يقصد عليه حجم الهواء ركزلي بهاي الصورتين ركزلي بهاي الصورتين من كان الضغط مقال الزئبق اقل كان حجم الهواء اكبر سيدنا ضغط الزئبق لان زيدنا كميته حجم الهواء قل للنص للنص قل فشنو الحجم قل زيان احنا ليش حسب قلنا اللي هنانه رح نحسب الطول وهنانه هما تروح تشوفون من نزل لي جوا رح يقول لك اريد من عندك الهواء الارتفاع الارتفاع يمثل لك وي ناقص اكس وي ناقص اكس احنا قلنا انه هاي احنا قلنا اللي يتمثل ارتفاع الزئبق باي بي والي هي ارتفاع الزئبق بش اسم هذا الثاني الهواء حتي يطلالك ارتفاع الزئبق الي هو اعلى من النقطة المتساويين بيها اعلى من النقطة المتساويين بيها الزئبق بايتجاه ميثل هاي من هنا احنا تحسب لي فوق فش راح تسوي هاي منا هاي المسابة ش راح تحسبها راح تحسب انه Y ناقص X تمثلك ارتفاع الزبق هذا هذا شي يمثل اللي هو H ليش حسبناه شجاب ال H شنو علاقة ال H بال P بال V شنو الربط بينها الاشياء كلها البساطة انت عندك احنا قلنا القانون ب P و ب V البرشار شي يساوي لك البرشار يساوي لك الكثافة مضروبة في الكتلة في التعجيل الارضي عفوا مضروبة في الارتفاع ماذا عاجي؟ كثافة في G في الارتفاع ال G ثابت والكثافة ثابتة كثافة الزبق معروفة ثابتة يبقى شنو دا يتغير عندنا بس ال H احنا بس المتغير الريدة اللي هو شنو دا يتغير هنا ال H انا شون دا اغيرها اما دا اضيف زبق بعد او اخر زبق او اعلي اغير من هنا الارتفاع يعني من احرك بي من الربار حسا تشوفوا انا ادزلكم في الفيديو مان محاضرة عملية وتشوفوها فاللي دا يتغير ادنى هو ال H فلذلك احنا دا نستخدم H ال H هو تعبير عن البرشار ال H هو تعبير عن البرشار كل ما اغيئ كل ما ازيد الارتفاع كل ما دا يزيد ال H كيف يزيد الفيديو و سو اغير و سو اغير و اغير و اغير من البرشار وله قلقت الحجم اغير هنا حسنة ليز ذكرنا L L هو تعبير عن الحجم لماذا؟ هذا هو بساطة قانون الحجم يقول لي هذا قانون حجم مرسطواني اللي قلت لكم يا قبل شوية هو PiR تربيع L اللي هو همات نفس الشي الشي الوحيد يتغير عدنا L فلذلك عوضنا بمكان V عوضنا L وقلنا نو كل ما يزيد L كل ما يزيد V كل ما يقل L كل ما يقل V ونفس الحالة بالنسبة للبراشر زين هاي فكرة قانون law بويض طبعا يعني عموما من يتساون هذا الضغطين من يتساون هذولة الفوقهم هو يمثل الضغط الجوي يعني في نقطة معينة فهو هنا هسا حاسب الكاسة بعمية وستين مليمتر أوف ميركري اللي يمثل الضغط الجوي طبعا انت موج رأسا تحسب الضغط الجوي اكفت علاقة ترسمها علاقة بيانية من القراءات العشرة Maltec انت راح تجيب سوي مخطط بياني طبعا شوان هذا المخطط بالضبط من انا هو تطلع مالتك القيمة انت هنا راح تطلع لك قراءات هنا مثلا مثلا X قيمة Y قيمة فكل قيمة من قيم اتفرح اي ناقص X جديد مثلا طلعت لك X خمسة طلعت لك و A مثلا هي 10 و العشرة راح تبقى 10 فتطرح 10 ناقص خمسة وطلع قيم هنا وظل تكتب قيم ستة سبعة اش كنية القيم ناطك يا بالسؤال ايا كان ونفس الحالة بالنسبة لل H همات تخلي قيم هنا قالك واحد على L ليش كتبها واحد على L انا اقول لك ليش سوينا هنا خطوة الواحد على L حتى يقدر يرسم المخطط البياني بهذه الطريقة لانه عندك انت ال H علاقة طردية وي شنو وي واحد على على L اللي ونفس العلاقة بين P و B احنا مو قلنا علاقة طردية وي واحد على V واحد على V صحيح لو لا الضغط يتناسب طرد عكسيا وي واحد على V يعني انت اذا تريد تخلي V مثل ما هي V مثل ما هي تدري كيف حصل العلاقة حصل العلاقة حصل العلاقة E بالعكس يصور كل ما يزيد الضغط كل ما يقل الحجم فبالتالي انه انت لازم تنزل H بطردية فانا ادواخدكم بها بس الفكرة انه شنو اريدك تعرف حتى تبقى حتى يبقى الخط هيتش لي فوق دي يصعد لازم تجيب واحد على V ما تجيبى V تجيبى واحد على L واحد على V او واحد على L نفس الشي قلنا نفس الشي ال L هي تعبير عن V وال H هي تعبير عن P زين هسنا نفتهامنا شون هاذا الفكرة ما هاذ الرسم رح يراويك العلاقة اللي دا صير بين ال بين ال H و بين ال H ليش نازل لي جوه لانه هو اكون يعني يعني هو منتري ترسم ما رح تبديد تبنصب هسا منتج عندك نقاط وتعوض هين رحشوف انت ترسم ايه شي المسافة المسافة اللي صايرة بين بين هاي بين نقطة التقاء بين نقطة التقاء هاي هذا الميل هذا الميل مالتنا طبعا انت رح ترسم نقاط و تطلع من عندهم الميل و هذا قد تعرفون شو طلعون الميل الميل هو يطلع الميل يساوي قانون الميل تعدك طبعا نقطة هنا و نقطة هنا مثلا شو تقول تقول M يساوي طبعا نقطة به X مثلا X2 Y2 Y X1 Y1 مثلا واش عاشي فراح تقول انه X2 ناقصا X1 على Y2 Y1 X2 X2 Y2 Y1 X2 X2 X1 يجي طلع لك الميل يجي طلع الميل تقسم هاي على هذا يطلع لك الميل ماتك حسب المعطيات مان السؤال ماتك زيان يقول لك Plot Graph و The Values هو هذا الجراف اللي دي نحكي عنه ارسم Graph اللي هو هذا اللي أنا راسمه هنا أول مرسومه عندكم هنا وهي ال Values ستعوضها مال الارتفاع اللي هي هاي وتعوض مال واحد على الال اللي هي هاي واحد على الال و مال ال V مال ال H تعوض هن راح ترسم نقاط وبعدين جربين أكتر عدد من النقاط خط يعني صار على خط واحد جربين قط هن خط والظل الجربين ستشفد نقاط و المسافة بين هاي و هاي نسميها beat المسافة بين نقطة التقاء الخط هذا الخط الميل الخط الأعداد ب ال B ستمثل المسافة بين صفر هاي صفر نقطة الأصل وبين مكان التقاء و مكان التقاء الخط الميل خط الأعداد فهي نسميها beat حتى تريد تكتب المعادلة المعادلة هي معادلة الميل أو معادلة الميل فهو معادلة هذا المستقيم بمعادلة فشو رح تنكتب؟ المعادلة عموما تنكتب السورة هو كاتب الكاهنان المعادلة المعادلة هي شيء مثلا بالأساس المعادلة هي تساوي أنت هي معادلة عموما مواضية بالإعدادية Y تساوي M X X لا نقف هنا إذا كان خط الميل جاء من فوق نقطة الأصل يعني يجي طاب من فوق وهاي عندك منها مسافة B صعدها فوق نقطة الأصل فش تقول زائد B إذا بالعكس كانت طابة من جو من تعرف هو منها هذا موجب وهذا سالب طابة من جو وصير عندك مسافة هاي B جو نقطة الأصل فش تقول تقول ناقص B هاي عموما عموما ركزوا هاي عموما زيان إذا تريد تطبق هذا الحدش على المعادلة معناتنا شو رح نسوي رح نطلع هذا القانون بدل الـ H بدل الـ Y شو رح تخلي تخلي هاي الـ H بدل الميل رح تخلي ثوابت خاصة بهذا السؤال اسمها C على K ثابت خاص بهذا القانون موالتنا ثوابت السي ثابت و الكي ثابت هو طالب من عندك بعدين تلقاه واسرنا رح نشوف شون نلقاه كل سهلة لقيته الـ X يمثل الـ X يمثل الـ X يمثل 1 على L هذي 1 على L رح نجيبها ناخلي هاي و ناقص B هو رح ينطلعها بالسؤال أو انت تطلعها من الجراف انت مو رح ترسم رح ترسم مخطط بياني و رح تجرخط رح تحسب المسافة شغد بين الصفر وبين النقطة B هتحسب المسافة بين آتم الرقم اللي طلع لك جيبه و خليه مكان بي خوش حاجي زين هو طالب هنا مثلا سنطلع C على كي سنطلع C على كي يقول لك افرض H يساوي صفر لانو انت تعرف الـ H تفرضها يساوي صفر في نقطة من النقاط زين فتجيب صفر و تخليه هنا هنا C على كي هو رح تلقاه و انت لنفرض انه كانت عندك قيم و لقيت من هاي القيم قيمة 1 على L خوش رح تجيب قيمة 1 على L و تخليه هنا تكتب ناقص بناقص B همد رح تلقاها من الرسم همد قيمة 1 على L هاي ببساطة فكرة السؤال فكرة شون تحل اذا اجدتك يعني ارسم الرسم و شون تحل السؤال بالرسم هاي الفكرة ماتة انت مجرد تربط بين الضغط وبين الحجم و قلنا اللي عبر عن الضغط هو الارتفاع اللي صاير بهذا الطرف اللي صاير بهذا الطرف و اللي عبر عن الحجم اللي هو الحجم الهوى طبعا هو الشي اسمه الطول من العمود هذا اللي صاير بالطرف من الاب بس و انت مجرد عندك قراءات رح تصير على مصطره انت رح تضيل اضيف من هنا رح تتغير عندك الـ X من هنا تتغير عندك الـ Y قراءات بس مد تتغير و انتهى قياسها ضلت قيسها لمدة عشر مرات وتسجل قياسات ماتك وبعدين قلنا انه حتى اول شي تريد انت تريد تطلع الـ L شون رح تطلع الـ L رح تطرح A ناقص X لي هاي اي ناقص X تطلع الـ L وتريد تطلع الـ H شون طلع الـ H مثلك Y ناقص X هاي مثلك الـ H وبعدين انت تريد مو بس الـ L انت تريد واحد على الـ L حتى تقدر ترسم المخطط ماتك بهاي الطريقة فمجرد انه القيمة الـ L طلعت لك هنا تخليها واحد على الـ L مثلا طلعت لك خمسة فتقول واحد على خمسة واحد على خمسة يعني 0.2 وهكذا تسجل عندك القيم وبعدين تعوضها على مخطط بياني وتأوض نقاط ماتك وتأخذ جر خط بين اكثر عدد من النقاط على مستوى واحد خط بينهم وهو هايش رح تطلع لك القيمة ماتك يعني هو هايش من هاي رح تحلل مسألة مالبوزلو سينا سنشوف تطبيقات الطبية او الفيزيائية مالبوزلو يقول لك داخل الجسم يقول لك بداخل الجسم اكو كافتيز حجرات بها غازات بها غازات او بها هوا عموما بس غازات تحت ضغط تحت ضغط موطفل موطفل المهاجرات ضغط وهي رح تنتج موطفل موطفل تأثير كبير نتيجة قانون ضغط لكمية محددة من الغاز موطفل موطفل يعني شنو عندك الثوابط هنانه عندك كميه الغاز ثابت ، هاي مهمة مهمة تجيك المسيوكوستك المتغيرات ماذا؟ الضغط و الحجم الضغط و الحجم متغيرات الكتلة و الكتلة الغاز و درجة حلالة الغاز متغيرة دائما يجبون لها تلمسيك اذا الضغط 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 ضعف فمعناها الحجم سيقل النص الحجم سيقل النص هي علاقة عكسية نحن نعرفها نحن نعرفها نحن نقل هذا القانون انه ضغط بالحجم يسوينا ثابت نحن نقل جسم يتكون بدرجة رئيسية من أجسام صليبة 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 العضلات الأعظام سوائل تقريبا غير قابلة للضغط نحن طبعا لفظ 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 الضغط الضغط الذي نتعامل هو الأجسام مثلا الأجسام الصلبة تقريبا 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 لا يؤثر على تغيير الضغط لا يؤثر على الحجم مثلا الأعظام أو لكن الضغط الضغط هناك الضغط هناك الضغط هناك الضغط هناك حجرات والغاز مثل الرئة تغيير الضغط يؤدي الضغط في الحجم أو تأثير كبيرة لتفهم لماذا يجب أن نتعامل الضغط الفكرة قبل أن نكمل عندما تنفس ما يحدث عندما تنفس عندما تنفس داخل الرئة ستقلل الضغط ستقلل الضغط ما تفعله ستكبر الحجرة ستكبر ستكبر الضغط ستكبر الضغط داخل الحجرة ستكبر الضغط خارج الرئة أكبر من ضغط داخل الرئة يعني ضغط خارج الجسم أكبر من ضغط الهواء داخل الرئة ورئتك تنترس نتيجة الضغط داخل الرئة قل فزات حجم مدام قل الضغط سيزيد حجم ما يحدث بالعكس 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 ما سيحدث حجم الرئة سيصغر لأن الضغط سيزيد الضغط ستدفع الهواء إلى جسمك ما ستدفع الهواء ستصغر رئة ستصغر حجمها ستضغط حجمها سيصغر حجم الهواء داخل الرئة مثل ما شفتوا علاقة يعني عكسية كل ما يزيد الضغط سيقل الحجم هذه الفكرة مادة وكل عن طريق الحجاب الحاجز هذا وساد الحجاب الحاجز جر الرئة جرها فشنو زاد الحجم زاد الحجم فطب هواء أكثر دفعها هنا يعني شن دفعها الحجاب الحاجز فقل الحجم عن طريق الضغط على الرئة ضغط عليها وكذا الرئة فسيطلع الهوالي لا يطب الهوالي هذه الفكرة جيدة اه 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 يقول لك العلاقة ثابتة يعني 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 اكفة ثابتة يعني 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 طبعا نعتذر على الليدي صغير اه اه قلنا بي قبل شو هذا نفسها احد يقتلكم بس نرجع عيدة في الاعادة في هذا 1 على في قلنا انا من ريدي نشيل هاهية لازم من نشيلها نخلي ثابت نقول بي تساوي كي على في من ريدي ترسمها كي هي كونستانت كي كونستانت ثابت كي كونستانت ثابت دائما من ريدي تشيل العلاقة الطردية والعكسية تخلي مكانها ثابت تساوي تساوي كي كونستانت تساوي بي 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 كي 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 كونستانت وضحة الفكرة نفس الشيء الذي يتحدث عن الهواء من جسمك بأقصى قوة لديك لديك ماكسمم اكسبراتر ايفورت كيرب خاصة من حسبه بعدين تأخذوه نفس الشيء الذي يتحدث عن الهواء من جسمك بأقصى قوة لديك ولكن الفكرة المهمة الرئيسية هذا الحجية ليست مهمة تفاصيل لا يسمى تفاصيل ولكن ما أريدك أن تعرفه هو أن تزيد هذه الحجية أن تزيد الضغط على الرئيس تقلل حجم مال الهواء داخل الهواء فإن تقلل حجم مال الهواء داخل الهواء فكرة بويلز له ونالله اسم الكياب نفس الحجي لان حاجه الهواء نفس الحجي وانا جبت لك صورة المات نفس الحجي وانا جبت لك صورة المات نفس الحجي